النيابة العامة البلجيكية نشرت الخميس هذه الصور للمتهم بتنفيذ اعتداء برلين أنيس العامري وذلك لدى وصوله إلى محطة القطارات في بروكسل عند الساعة السابعة مساء الحادي والعشرين من كانون الأول ديسمبر وبقي فيها ساعتين وقد وصل إليها قادما من أمستردام ثم أكمل طريقه عبر سكك الحديدية إلى باريس ثم ليون في فرنسا حتى وصل إلى ميلانو بإيطاليا رحلة دامت يومين وتفيد التحقيقات أن المسدس الذي استخدمه العامري وأطلق النار به على شرطين إيطالي قبل أن يقتل هو المسدس نفسه الذي استخدمه لقتل سائق الشاحنة البولندي قبل أن ينفذ هجومه على المارة في سوق الميلاد في العاصمة الألمانية برلين